وضافت جمهورية مصر العربية الشقيقة وفدا شعبيا بحرينيا للاحتفال بأعيادنا في مدينة الغردقة المزيد من التفاصيل مع موفدة مركز الأخبار الزميلة خولة لغرينيس حب وولاء حمله وفد مملكة البحرين وطهر به إلى عروس البحر الأحمر الغردقة للاحتفال بأعيادنا الوطنية في تلك المدينة الساحرة التي استقبلت أبناء البحرين بأسلوب مصري متميز أسعد قلوب البحرينيين لحظة وصولهم كعدمة الصنوية نقوم برحلة خارج البلاد للمشاركة بأعياد البحرين الوطنية وتعريف الدول الغير خليجية بما نقوم به من أنواع الاحتفال سعت بالمشاركة ضمن الفريق البحريني الذي وصل على الغردقة اليوم جدا كنا سعداء بالحفاوة المصرية التي استقبلتنا في المطار الفرقة الموسيقية التي غنت سعدنا بوجودهم وأحساسنا بقربهم منه كعادتنا مع الشعب المصري أعلام وشعارات وأوشحة ازدان بها وفد البحرين فمنذ لحظة مغادرتهم أرض المملكة وحتى وصولهم إلى مدينة القردقة كانت المشاعر الوطنية ظاهرة على محياهم وقلوبهم تتميل طربا على أنقام المعزوفات الشعبية المصرية وشاركونا الأخوة العرب في احتفالياتنا في العيد الوطني وللأمان يعني إحنا في أول ما وصلنا استقبلونا استقبال حار أخوانا المصريين وحسسونا إحنا في ديرتنا وبهن أهلنا وإن شاء الله يعني تكون الاحتفالات هذه الكلة نستانس بها ونقدم الفرحة حق الشعب المصري والشعب البحريني والله يعوري علينا إن شاء الله والله بصراحة إحنا شفنا استقبالهم كان من أحسن الاستقبال استقبلونا بكل حفا وترحب استقبلونا بالأهوازيج مثلا ما يقولون والأغاني الشعبية من المطار وأهم عندهم الفرق الشعبي كما استقبلتنا خذونا بالباسات المريحة لحد ما استقبلونا في المنتجع كان استقبالهم جدا يعني مريح وعملاتهم سريعة وتمتخلص جرؤاتنا بكل سهولة إن شاء الله هم يعني قادمين يعني مصري البحرين ما قصرهم استقبلونا أحسن استقبال استقبلونا حطوا مزيغة وحمد الله يعني ما قصرهم أعيادنا الوطنية تحتضنها جمهورية مصر العربية للسنة الثالثة على التوالي في مناطق سياحية مختلفة تنقل إلى القلوب العربية حب البحرينيين لعروس الخليج العربي بالحب والاتسامة استقبلتنا أرض مصر الحبيبة لتقول لنا أهلا بكم في أرض الحضارات وتبارك لنا بأعيادنا الوطنية بنفس مصري عتيد يبني جسور المودة والإيخاء من عروس البحر الأحمر المصرية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر